ينضم إلينا في السوديو استشاري الأوران في مستشفى ملك فيسر التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور فهاد المقبل. حيك الله يا دكتور معك في مجرد الرابع مريم. مرحبا سهلا. مرحبا سهلا بك. الدراسة دقيقة أولا. لماذا نتكلم عن دراسة موجودة في بريطانيا؟ لماذا لا نتكلم عن دراسة موجودة في السعودية؟ أعطينا الدراسة الموجودة في السعودية. من 20 إلى 40% نسبة الإصابة بالأعمارهم تحت الخمسين سنة. فعندنا في نسبة جدا كبيرة. يعني من 20 إلى 40% لمن أعمارهم دون الخمسين هم من يتعرضون إلى السرطان في السعودية؟ النسبة الأعلى في العمر هي تقريبا من عمر 45 سنة إلى عمر 60 سنة. هذه الفئة العمرية الأعلى. يأتي الفئة العمرية التي بعدها من عمر 60 سنة تقريبا إلى عمر 70 سنة. الفئة العمرية الثالثة التي تشملها مثلا نفس الجهات الدراسة. فتقريبا بحدود 20%. من 20 إلى 30% أعمارهم تحت الخمسين سنة هم الذين أصيبوا مع الأسف في الأوراق. كم يسبب الإصابة عندنا بالسرطان في السعودية يا دكتور؟ رقم معين. ما يحضرني لها الرقم معين. بس فيه نسبة يعني أن تتكلم لا بد أن نحدد. يعني مثلا لو أخذنا منطقة الرياض هي تعتبر أعلى. تأتي بعدها لا يحفظك منطقة مكة المكرمة. يأتي بعدها منطقة الله يحفظك الشرقية. فلو تأخذ من ناحية المناطق. لو تأخذ من ناحية الأورام الأكثر انتشارا على حسب الجنس. إذا حنا نتكلم عن الرجال. ترى أن أقصد في الأعمارهم نفس الأعمار التي أشارت لها الدراسة. بحدود 20%. 20% من مجملة الإصابات في الأورام. يعتبر رقم كبير يا دكتور. وفي ازدياد مع الأسف. وفي ازدياد. صحيح. ما هي الأسباب؟ هل نتكلم على أسباب بيئية؟ هل نتكلم على الأنظمة الغذائية للناس؟ هل نتحدث عن تدخين مثلا أو السجائر الإلكترونية الحديثة؟ وماذا نتكلم على الأسباب؟ ممتاز. أستاذ نايف هي عدة عوامل. لكن على رأسها مع الأسف التدخين بكل أنواع. سواء كان تدخين سجائر الإلكترونية أو السجائر الكلاسيك العادية أو الشيشة أو غيرها. ما تختلف عن بعض؟ بشكل عام ما تختلف عن بعض. لكن كلها تؤدي لنفس النهاية لأمراض قلب أو رام. أمراض صدرية أو أمراض بكل الأنواع. هذه من ناحية الله حفظك التدخين. النمط الغذائي الذي ما لأسف في الفترات الأخيرة في آخر 20-30 سنة. ابتعادنا عن الرياضة، ابتعادنا عن الأكل الصحي، اللحوم المعالجة، البروست ميت، الفاس فود، الأكل السريع، السمنة. هذه كلها تؤدي. من ناحية البيئة، كما ذكرت الله حفظك. موضوع تعرض بعض نواع الفيروسات يؤدي للأورام. فهي عدة أمور أدت إلى زيادة نسبة الإصابة في الأورام بشكل عام بكل الفئات العمرية. وبالأخص بالفئة العمرية التي تحت 50 سنة. دكتور، أبثلك عن ارتباط السمنة. أنا دائما عندي هاجس من الوزن. هل السمنة ارتباط بمسألة الأورام؟ عامل خطورة مساعدة لأكثر من عشرة أورام بشكل عام. عامل خطورة مساعدة لورم الثدي، لورم المعدة، لورم القولون، لورم الغدد. فهو بحد ذاته السمنة تساعد في الإصابة في الأورام. التدخين يساعد في الإصابة في الأورام. إذا اجتمعت عدة أمور. والأنظمة الغذائية مثل ما قلت. صحيح. النظام الغذائي مع العسف هو الذي بدأ الآن التحول إلى. أنا أريد أن أكل مطعم صحي. أكثر من أكل مطعم فاسفود. أكل مطعم فاسفود. لكن أقل شيء يكون فيه جانب غذائي. فيه سلطات. فيه أشياء. سيد دكتور، دعني أقول لك وجهة نظر أخرى. لغير المتخصصين. ولي دائما يسمعوا هالكلام. أنه لا تأكل فاسفود وأكل صحي وما أعرف إيش. دائما هالقصص اللي تصير. صحيح. يقول يا أخي مرة ما تضر مثلا في الأسبوع. مرتين ثلاث مرات. وفيه ناس نعرفهم يعني جادس يشرب مشروبات غازية ويأكل فاسفود. وليه نوصل عمره مثلا تسعين سنة. والحمد لله ما تب صحة أو بعافية. أو أنها باقي لسه بخير يعني. صحيح. يسأل إينا يقول يمكن هي ليس السبب الرئيسي أو الأساسي للإصابة بالسلطان. يبدأ يشكك في الموضوع. صدكت. هو الله يحفظك كما رجعنا. أنه أنا عندي عدة حوامل. أنا معرض. أنا يجيني مثلا أنا أعمل في المستشفى. أنا معرض أن يتجيني فيروسات. أكثر من أنت أستاذ نايف في ستوديو مغلق. فموضوع أنه أنا يجيك فيروسات أقل. لا بس يجيني ضيوف كثير. مننا حنائي وصحيح. فهي على حالة عدة أمور. أنا الجينات تبعتي. أنا تاريخي العائلة. يختلف عن تاريخ العائلة للأشخاص الثانية. فهي عدة أمور. إذا اجتمعت تزداد بنسبة شخص وتقل بنسبة شخص. وفيه شخص هذا اللي مثلا يأكل بروساس ميت. ممكن أن يمارس رياضة. فأنه الضرر اللي صار يصلحه بموضوع الرياضة. فهي عدة أمور تجتمع مع بعض. أشكرك جزيلا شكر على وجود معي هنا في السوديو نشاة الرابعة. الدكتور فهد المقبل استشاري الأوران في مستشفى ملك فاصلة خصوصية ومركز رابحة. شكرا للمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب. الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات. ترجمة نانسي قنقر